مرحبا بكم في قناة تحفة يوب إذ يبدو أن الرئيس سبون لا يزال يضغط على ميلوني نظير توتر الأخير في العلاقات رغم عودة العلاقات بقوة إلا أنه حسب مراقبين يوصل الضغط لدفع ميلوني نحو الضغط من الجهة الأخرى لإيقاف الأحداث ومساهمة بلادها بشكل فعلي لإيقاف الأحداث نهائيا في القطاع ولستدعم أي مصار آخر فبدورها ميلوني تنفذ شروط الرئيس سبون بتدريج ورغم إعلان غيابه إلا أنها ستزهر الجزائر بعد القمة في إيطاليا حسب مصادر إيطالية وإصرارها هو لأنها هي الخسر الأكبر لو بساعدة عين الرئيس سبون كثيرا خاصة وأن تعوي لها كله عليه ليرفع كمية الغاز التي يبيعها لإيطاليا فدل المنافسة القوية لها مع إسبانيا مع صلح الجزائر الإسباني هذا وأرهاق وزير الخارجية أحمل عطاف لديره المغربي ناصر بوريتو خاصة وأنه عزله كليا في هذه القمة المهمة في إيطاليا بتجاهل تام ولدعوة للملك المغربي حيث تجاهلت ميلوني محمد سادس وحتى وزير خارجيته بوريتو الذي أصلا بات يتحاشى الدخول في مواجهات مباشرة مع أحمد عطاف سوى طبعا تأمر وتحرك من بعيد وهذا ما أكده مسؤولون جزائريون كما أن الملك المغربي غارب جدا من ميلوني بسبب موقف إيطاليا المتجدد من القضية الصحراوية وكذو وقوف إيطاليا لمحدود مع الجزائر في وجه الشطحات من الإنقلاب الكونوري القويتا في مالي الذي حاول تهديد الجزائر والمنطقة لكن وجد ردا رعيا وحتى إخراج ميلوني للمغرب من خطتها في تعاون نسل إفريقية التي تحذر لها مخاصصة للجزائر بالسقبل واهتمام أكبر من أي دولة إفريقية أخرى بالنظر لكونها حليفتها وشركتها الأولى في مجال غازم النفط لهذا ميلوني بعد أن وبخها رئيس بون بقطعة كانت دامت لأسابه أثناء بدء الأحداث وباتت حاليا تفكر كثيرا وحدرا في أي خطوة تقوم بها كما أشهد محلل عرب موقف الجزائر الذي وصفوه بالمشرف على إطر الضغط بالغاز التي تتحفت وتحتاجه الدول الأوروبية ما جعل الدول الذين يعاولون على الجزائر في الغاز يغيرون موقفهم من الأحداث في القطاع حفاظا على مصالحهم مع الجزائر وغازها وتمكنت أيضا من حجز سئي الدول لوقف الأحداث مفاجأة أمريكية للوزير سابق رمضة العمامرة تخدم موقف الجزائر وتوارط بن زايد وقرار العمامرة يصنع الحدث وتدخل الرئيس بون بشكل مستعجل في السودان مع خرجة قوية للوزير الأول نادر العرباوي تربك النظام المغربي وتحرج بوريطة بداية وزير الخارجية سابق رمضة العمامرة يوصل مهمته الحالية لإعادة الأمن والإستقرار وحل الأزمة في السودان رغم محاولات تضييق وتضارب المصالح ومخاططات الإمارات لتدخل أمريكا الخط وتربك رئيس الإمارات محمد بن زايد لأن هذه الخرجة تدعم وتخدم جهود العمامرة والجزائر وتوصل لحل نهاي في دولة السودان الشقيقة كون العمامرة موقفه تتبنه الجزائر وتدعمه لتنفيذ المهمة الأممية كما أن تدخل كونغريس الأمريكي ضد الإمارات وفق ما كشفت صحف عربية أربك وأخلط حسابات بن زايد كليا وصدموه بعد أن حصره أصل العمامرة وقيد تحركته في السودان وتصدل كل محاولات تشويش عليه فالعمامرة بعد أن اختاره أنطونيو كوتيريش لهذه المهمة الأممية حاليا الكونغريس الأمريكي يدعمون مصارا بإرسال مبعود خاص أخر إلى السودان إلى جانب المبعود الأممي للجزائر يرمط على العمامرة لتوحيد الجهود وتكتيفها بالتنسيق لتعجيل بحل النهائي في السودان ما يعني أن موقف العمامرة مع المبعود الجديد سيتقوى أكثر ويجد بن زايد نفسه محصرا أكثر وغير قادر على إفشال مهمة العمامرة خاصة وأن الأخير جمب مخاططات مشبوهة كثيرة ضدها كون العمامرة له دير يتم ونظر شاملة عن الوضع في السودان ويعني جيدا خطورة التدخلات الإماراتية في المنطقة وهو ما يشير إلى وجود تحرك أمريكي ودعم كبير من الإدارة الأمريكية للمبعود الأممي في السودان من أجل تسوية المشكلة بطرح العمامرة وقالت صحف أن الكونغريس بدأوا في تصعيد ضد بن زايد بعد رفعهم حسبدت صحف تقارير عن دور مشبوه للإمارات في السودان وزعج الوضع والتي تسعى لتغذية السراع بكل الطرق والوسائل الممكنة حسبدت الصحف لتحقيق مآرب وأجندات كثيرة يقودها بن زايد مع حميتي بالخصوص وهو ما كشفته أيضا تقارير دولية تفيد بوجود وزير الخارجي الجزائر الأسبق لمطلع مورا أمام تحدي صعب جدا بسبب مخاطط الإمارات الغطير كما وجه الكونغريس الأمريكي في الرسالة إلى محمد بن زايد عبر مجموعة من النواب عن قلقهم إذا أدعم الإمارات لقوة دعم سرية في السودان وحتوها على إعادة النظر في سياساتها تجاه السودان تزامنا مع تولي العمامرة لمهامه الجديدة وهذا المبعوث الجديد الذي سيعمل مع العمامرة أيضا الذي ترده أمريكا الرئيس بوني خدع الاتحاد الأوروبي وموقف مشرف للجزار وهكذا رحبوا به لدخول الاجتماع التاريخي ولأول مرة يخدعوا لشروط دولة إفريقية وعربية وردت فعل الرئيس الروسي بوتين ويصفقوا للرئيس بون ويشيدوا به بداية أخيرة الجزائر ستمكنوا من إخضاع الاتحاد الأوروبي لكل شروطها بعد أكثر من سنة من التماطل ومحاولة الضغط على الرئيس بون الآن ومع اشتداد الخنق عليهم بسبب مقاطعتهم للغاز الروسي ومشاكلهم مع بوتين هذه الأمور كلها معرفة الرئيس بون بيعهم الغاز جعلهم يخضعون والجميل في الأمر هو ردة الفعل من طرف روسيا الرسمية وبوتين شخصيا معلنة أن روسيا موقفها وأنها غير منزعجة إطلاقا من تعامل الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتخلصهم من الغاز الروسي لأنهم في أي حال من الأحوال متخلون عن الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي هدفهم الأول الغاز والجزائر رفعته على الدول لأسعار قياسية وعليه ستجني أرباحا طائلة وأكبر أما وعن عدم زعاج روسيا ولا حتى ضغط على الجزائر بخصوص كمية الغاز ضخمة التي ستبعها للدول الأوروبية نابع ذلك من كون روسيا فعلا تحصرم سيارة الجزائر في القرار الذي ليس عن قصد من الجزائر وإنما ضرورة خاصة وأن أوروبا أصلا بعد تخليهم عن الغاز الروسي لن يعود له أبدا وبوتين موقفه أيضا حسب صحف روسية على تقم الجزائر بكونها لن تأخذ أي قرار متعمد أو اختيار للإدرار بمصالح روسيا فما كان يعطل الاتفاقيات الكثيرة والشراكات بين الجزائر وأوروبا هو كسر الرئيس بوليكو الاتفاقيات السابقة مسارا على تعديلها كلها لأن الاتفاقيات السابقة قال أنها تخدم مصالح أوروبا وتجني الأرباح وتتخلص من أزام الغاز دون أن تستفيد الجزائر بالقدر الكافي الذي تريده والجزائر بدورها تعرف حجم والتقل وأهمية غازها بالنسبة لأوروبا خاصة مع فصل الشتاء الذي يزداد الاستهلاك عندهم وكذا إذا استمروا في العناد ورفت شرور الجزائر كل شركاتهم ستتضرر ولم يجدوا أي بديل وتتوقف مصانعهم التي تعتمد بدرجة كبرى على الغاز حاليا الجزائر باتت بالفعل وتسير لتكون بهذه الخطوة بديل الغاز الروسي إلى أوروبا وعليه مع خضوع الاتحال الأوروبي الجزائر سترفع انتجها لأرقام قياسية لتبيعهم ما يحتاجونه مع تنفيذهم لشروط الجزائر ويدخوا استثمارات ضخمة فيها وينقل الخبرات أيضا غصبا عنهم إلى الجزائر حيث تصدف العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا رفع المساوى بين الجزائر والاتحال الأوروبية تمحور حول التعاون والشاركة بين الطرفين وسبل تعزيزها المفاجأة الأكثر حتى لا يحاول المراوغة أو الممطلة حول كل شروط الرئيس سبون قام بخطوة ذكية جدا في الاجتماع التاريخي بإعلان الجزائر أنها تسعى إلى وضع ملفات هامة على طاولة الحوار دون تركيز على ملف الغاز أو مورد آخر دون غيره فالجزائر بهذه الخطوة تضع ملفات هامة كثيرا للدراستها أولا والغاز الذين يتسابقون عليه تضعه آخر ملف يتنقش ولا تركز عليه إلى غاية إكمال كل ملفات وشروط